قال تقرير عمل الحكومة الذي تم تسليمه خلال حفل افتتاح الدورة الثانية للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني إن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة وإنتاجها في الصين يمثلان 60% من الإجمالي العالمي وتحدث جو خوارون نائب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس مجلس إدارة شركة تشون آن أوتو عن كيفية تحقيق الصين لذلك أعتقد أن ذلك يعني أن هذه استراتيجية رئيسية لبلادنا من الطاقة إلى الإنتاجية الجديدة عالية الجودة بما في ذلك التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون سلسلة من الأشياء أعتقد أنه سيكون له تأثير كبير على الصناعة بأكملها يكمن جوهر الفرص التكنولوجية الحالية في التصميم عالي المستوى للنظام الوطني الصيني لذلك يمكن القول أن الصين شكلت نظاما كاملا للبحث والتطوير عبر أكثر من عشرين عاما من العمل وتم تحسين كل من البطارية والمحرك وتكنولوجيا التحكم الإلكترونية وتشمل خارطة طريق تطوير مركبات الطاقة الجديدة الكهرباء النقية ووقود الهيدروجين والطاقة الهجينة وهي أيضا مجموعة كاملة للغاية كما أعتقد أن هناك سلسلة صناعية من المواد الخام مثل خام الليثيوم للبطاريات إلى صنع المحركات السلسلة فعالة وكاملة